اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح فقر الدم هناك ثلاثة انواع من مرض فقر الدم وهي ما يلي اولا فقر الدم الصغير للخلية وهو يعني ان الدم غير قادر على تخليق هيموغلوبين كافل للجسم لحمل الاغذية والاكسوجين فتصبح كريات الدم صغيرة الحجم واسباب هذا المرض متعددة ومنها نقص الحديد في الجسم والذي غالبا ما ينتج من قلة التغذية او من عدم قدرة المعدة على امتصاصه من الغذاء ووجود امراض مزمنة في الكبد ثانيا فقر الدم الكبير للخلية وهو يعني ان كريات الدم الحمراء تكون كبيرة في الحجم قليلة في العدد فلا تقوم بواجباتها الحيوية كما هو مطلوب ومن اسباب فقر الدم الكبير للخلية نقص فيتامين بي تويلف او نقص في حمض الفليك وهذان النوعان من النقص سببهما نقص في الغذاء او مشكلة في الجهاز النظمي تعمل على منع امتصاصهما خاصة ان تم استئصال جزء من المعدة نتيجة احدى العمليات الجراحية العلاجية ثالثا فقر الدم الطبيعي للخلية ويعني ان كرات الدم الحمراء تكون طبيعية في حجمها لكنها قليلة في عددها والسبب وراء الاصابة بهذا المرض هو التعرض لنزيف شديد نتيجة التعرض لجروح كبيرة او تعرض المرأة لنزف في الرحم انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات